في اخبارنا الدولية نظم تحدى جمعيات الخيرية في مدينة شتوتغارت الالمانية حفلا تكريميا للفتيات التي بلغنا سن التكليف الشرعي وفيما تضمن الحفل عرضا مسرحيا وكلمات باللغتين العربية والالمانية لتبيان اهمية الالتزام بالحجاب وجعل الزهراء عليها السلام القدوة المقتدى بها بينا القائمون بانهم دائما ما يغتنمون المناسبات الدينية للقيام بمثل هذه البرامج التي تعد امر مهم في بلاد المهجر محمد الخفاجي والتفاصيل اقامت جمعية الايتام اللبنانية في مدينة شتوتغارت الالمانية حفلا للفتيات التي وصلنا الى سن التكليف ليتعرفنا بشكل اكثر على اهمية ارتداء الحجاب والالتزام بالاحكام الشرعية وتقديم الزهراء عليها السلام كقدوة حسنة للفتيات في كل مكان وخصوصا في بلاد المهجر هذا الاحتفال احنا بنقتنم كل الفرص الاسلامية من ولادي الوفاة الاسلامية اللي امي يعرف كيف حتى نوصل هالرسالة اللي هي تكليفنا الشرعي لهالجيل المسلم اللي خاصة بالمانيا لانه عم نعمل كل الوسيئة لهذا حتى نوصل ونكون الاسلامنا الصحيح بدل الاسلام اللي عم يصير الاسلام العنف والاستهاد يعرف كل شيء لغير مقبول اوروبيا وعالميا واسلاميا بنفس الوقت تضمن الاحتفال عرضا مسرحيا قامت بعض الفتيات بادائه لتقديم بعض المفاهيم الاسلامية للفتيات حيث تؤثر كثيرا مثل هذه الاساليب على تعميق الاستيعاب للقيم والمبادئ الاسلامية كما والقيت عدة كلمات باللغة العربية والالمانية عبرت عن اعتزازهن بارتداء الحجاب الاسلامي وفي ختام الحفل تم تكريم الفتيات المكلفات من قبل الجمعية هذا البرامج مهم كتير خاصة بالنسبة لاننا كمسلمين عايشين ببلد اغتراب طبعا عادة بتختلف الدين بيختلف فهذه البرامج هي التوعية لهذه الاجيال والولاد اللي بتخلق بهذه البلد الاغتراب تمر الايام وتتوالى الليالي ويبقى نور الزهراء عليها السلام يبدد ظلام الجهل ويصطع بنور الايمان فانها القدوة الصادقة وليس في ارتداء الحجاب فحسب وانما في السلوك والاخلاق ايضا محمد الخفاجي قناة كربلاء الفضائية شتوتغارد